قاتل يفتك بحياة عشرين طفلاً من المصابين بمراضي سرطان الدم في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء بعد حقنهم بأدوية منتهية صلاحية فيما لا يزال قرابة ثلاثين طفلاً آخرين في العناية المركزة جراء تلقيهم للعقار منتهية صلاحية بكارثة تعكس سوء الإدارة والاستخفاف بحياة اليمنيين من قبل مسؤولية الصحة في مناطق سيطرة الحوثيين الحكومة الشرعية طالبت بفتح تحقيق دولي في وفاة الأطفال المصابين بالسرطان بأحد مستشفيات العاصمة صنعاء محملة جماعة الحوثي المسؤولية عما وصفتها بالجريمة وكالة أسوشودي دي بريس قالت أن مسؤولين في جماعة الحوثي على صلة وثقة بمهربية الأدوية منتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق المحلية ونقلت الوكالة عن عدد من الأطباء قولهم إن مسؤولين حوثيين يعملون سراً بالشراكة مع مهربية الأدوية الذين يبيعون في كثير من الأحيان أدوية منتهية الصلاحية لما يحدون من فرص توفير الأدوية الآمنة جريمة مركبة تفتك بحياة المرضى وتزلزل الثقة بالقطاع الصحي بشكل كلي في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل شراكة قيادات حوثية بشبكات تهريب الأدوية ما جعل اليمن سوقاً خصباً للأدوية المهربة نقابة الصيادلة اليمنيين اتهمت هيئة الأدوية التابعة للحوثيين بالتورط في الجريمة الطبية بحق الأطفال المصابين بالسرطان في العاصمة صنعاء الوقت الذي يحمل الحوثيون فيه التحالف مسؤولية نقص الأدوية في مناطق سيطراتهم منظمات حقوقية اتهمت سلطات الحوثي بالتستر على الجريمة ومنع نشر أي معلومات عنها مطالبة المنظمات الدولية بإجراء تحقيق مستقل حول الجريمة وإحالة المتورطين إلى القضاء ومحاكمتهم ليبقى السؤال عن دور منظمة الصحة العالمية وهل ستفتح الأمم المتحدة تحقيقاً عاجلاً يوقف مسلسل القتل الجماعي في اليمن اشتركوا في القناة